والموقع الحقيقة بتاع كورونا أو الخاص بالميتر أو المقياس بتاع الكورونا طبعا بيوضح الأرقام والأرقام الحقيقة ربما تكون فيه تزايد زي منظمة الصحة العالمية بتقول إن الأرقام تضعفت 13 ضعف آخر 14 يوم خارج الصين يعني النهاردة بتكلمه في 125 646 حالة ده من أول مظاهر الفيروس يا جبعة لكن وطبعا الوفيات النهاردة وصلت 4607 حالة وفاة منذ بداية الفيروس اللي شوفي 67051 حالة الحالات اللي هي حاليا دلوقتي مصابة بالفيروس 53 1988 يعني حوالي 54 ألف حالة على مستوى العالم 54 ألف حالة تقريبا من بينهم 48 ألف حالتهم كويسة جدا يعني ولكن فيه 5918 هم اللي حالتهم حارجة الحالات بقى طب اللي هي خلطت لوال 71 658 حالة دول إما إنه هو خف أو توفى فنشوف النسبة إيه اللي خف ريكافرد اللي باللون الأخضر 67051 حالة دول خفوا الحمد لله بقى زال فول بنسبة 94% طب الوفيات بقى اللي توفى منهم قد إيه بقى من إجمالي من أصيب حتى الآن إجمالي الوفيات 4607 بنسبة 6% يعني 6% منه اللي أصيبوا توفوا وده طبعا راجع ليه الهسر الصحي بتاعهم أو ليه أمراض مزمنة بتكون مرتبطة سريعا كده نبص على الدول ولينا ملاحظات رحية مهمة جدا جدا فيها الصين نيو كيسز في الصين الحالات الجديدة في الصين 36 حالة من أقل الدول يعني الصين بقت من أقل الدول في الحالات الجديدة وفي 22 حالة وفاة لكن الأرقام المفزعة هي اللي هتيجي الأرقام المفزعة في إيطاليا إجمالي الحالات حتى الآن في إيطاليا دخلة على أو بالفعل هي 12462 حالة النهاردة بس احنا بنتكلم في إيطاليا 2313 حالة في إيطاليا 2313 إيطاليا تقريبا كلها بقت حاجر صحي الوفيات الأعلى على مستوى العالم يعني النهاردة إيطاليا الأعلى في معدل الإصابة الأعلى في الوفيات النهاردة أصيب 2313 ومات في إيطاليا 196 شخص المرتبة الثانية في عدد الإصابات كانت إيران 958 حالة ووفيات 63 حالة ثم بتيجي بعد كده دول تانية أسبانيا بدأت الأعداد بتزيد في أسبانيا النهاردة بنتكلم 527 إصابة في أسبانيا و18 وفاة وفرنسا في 497 حالة في فرنسا مثلا ألمانيا بتزيد 343 حالة أوروبا النهاردة بالفعل بدأت هي اللي تواجه الكم الأكبر من الإصابات ومن الوفيات بسبب الكورونا وللأسف الصرة بتاعت الإصابات موجودة في إيطاليا بالنسبة للمنطقة العربية قطر هي الدولة الأكبر في الإصابة الآن على المستوى العربي قطر النهاردة سجلت 238 حالة كورونا جديدة في قطر 238 حالة عشان يرتفع إجمال المصابين في قطر ل262 طبعا يا رب يحمي المواطنين في كل العالم يعني مش بس قطر بس ولا مصر بس في كل العالم ولكن الحياة دي علامة استفهام أنتوا وقفتوا قلتوا بلاش مصريين كان إحنا المصريين اللي بنجيب الفيروس مثلا يعني ولا عزو بالله ولكن وقفتوا الرحلات بقى لكم أسبوع طب ولا ولا عشر تيام النهاردة بترتفع الحالات النهاردة بس لمتين تمانية وتلاتين مصاب بكورونا في قطر متين تمانية وتلاتين بني آدم جوه قطر النهاردة بس مصابين بالكورونا أمال أنتوا مش أنتوا منعتوا الطيران مش أنتوا قلتوا مصر بلاش بلاش يدخل المصريين دي مش شماتة عاوزوا بالله ما فيش شماتة أبدا في المرض ولا في الكلام ده ولكن بس هي ملاحظة ربنا يا رب يحمي إخواننا وأشقاءنا وفي دولة قطر لأن في النهاية هم عرب زينا ده مواطن مالوش أي علاقة ولكن احنا نتكلم على الإجراء فواضح أنه عندهم صغرة بقى في الإجراءات ما يجوش يقولوا وقف عدم دخول المصريين إن شاء الله جاي من هون لولو ما يدخلش يلا أنتوا عندكم مشاكل تانية فما كنتوش تجيبوها في المصريين أولى يعني بالمناسبة فأدي عموما يعني ترتيب الدول أمام حضراتكم بالنسبة لي الحالات المصابة حول العالم